بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ يوم الجمعة يلاحظ على بعض المصلين أنهم إذا شرع المؤذن في الأذان الثاني ودخلوا المسجد صلى ووقفوا حتى ينتهي المؤذن ثم إذا شرع الخطيم في خطبته بدأوا بالصلاة فما الحكم؟ نعم قال بعض العلم هاك أي أنك تجيب المؤذن ثم إذا عجبت المؤذن تأتي برقاتين ولكن هذا القول ضعيف والصحيح إن القول الراجح أنك تصلي رقاتين لوجهي لوجه الأول المبادرة بصلاة رقاتين بعد أن تبقى واقفا ثم تأتي بهما نقول بادر والثاني أن تتأهب بالسماع الفطبة فإن السماع الفطبة أهم من إجابة المؤذن لأن إجابة المؤذن سنة والسماع الفطبة واجب والواجب مقدم على السنة أما إذا دخلت وهو يؤذن فغير الجمعة فلا بأس أن تجيب المؤذن أولا لأن لا تفوت الإجابة ثم بعد ذلك تأتي بتحييث المسجد نعم ترجمة نانسي قنقر